الخبر اللي جاي معنا من اتحاد الكرة اللي بيطالب جميع الاندية بسددات المستحقات المتأخرة قبل قيد الصفقات الشتوية خلال شهر يناير الجاري كمان اشترط اتحاد الكرة ان على الزمالك ان هم يسددوا 70 مليون جنيه عشان يسمح لهم ان هم بالقيد الشتوي في مركات الشتوي يعتبر هذا المبلغ مديونيات مستحقة لاتحاد الكرة على الزمالك لاتحاد الكرة سواء من قيمة توصيق عقود للعيبة السبقة او عائد البس الفضائي كمان قرر الاتحاد كرة القدم ان هو منع الاسماعيلي من الخيد الشتوي بسبب عدم سداده مبلغ 28 مليون جنيه لنادي النجوم هي كمان مستحقات متأخرة من صفقة بيع ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي والنجوم الاسبق الى الزمالك موسيقى موسيقى